السلام عليكم قبل أن نبدأ الفيديو أريد أن أشكركم على دعمكم في المقطع الذي ستحق هذا شيء يسعدني ويحفزني بأن أكمل فيديوهاته كملة على السلسلة وفي هذا الفيديو نكمل على السلسلة وكما رأيتم العنوان أني استخدمت الذكاء الاصطناعي لكي يجواب على الأسئلة طيب الآن تسألني الآن ليس فكرة البت أنها كانت شرحات فقط طبعا في هذا الفيديو أريد أن أشرح لكم فكرة البت ولماذا تغيرت فكرة البت من شرحات إلى اختبارات أسئلة لكن قبل أن نبدأ إذا أريد أن تدعمني ويتكمل السلسلة تستطيع أن تشترك وتفعل زر اللي شعرت بالقناة لكي يصل لك كل جديد ويب تابع الشرح طب رأيتم الأمر السلامة إذا تذكر بالمقطع الذي ذهب أنا حاولت أدور على شيء يسمى ABI لكن المشكلة أني لم أجدت ABI لشرحات البرمجة لأنني إذا كنت أجدت ABI كنت أقدر أكمل على فكرة شرحات البت وبالحين يمكن أي شخص يسألني ويقول لي عادي ما أتكمل فكرة البت بدون ABI شاهدت على أمر السلامة مثلا نبدأ بالجافا سكريبت حاليا للجافا سكريبت أول شيء أنت تبدأ تعرف الجافا سكريبت هي ماذا نصنيفة من اللغات وماذا فائدتها من اللغات وبعدين تبدأ في الأكواد حقيقة البرمجة السكشن مثلا الأول يكون فيه String السكشن الثاني يكون فيه Objects حاليا ما توصل بأنك تقدر تخلص كل شيء بالجافا سكريبت حيث توصلها بأي المواقع بالجافا سكريبت وهذا طبعا شيء يصر في وقت إذا أنا جلست أكتب كود كود أو كلمة كلمة أو سطر سطر فأنا حاولت أسوي حلقة بأن أستخدم باكتشيرو الذي يأخذ الأشياء الموجودة داخل المواقع مثلا العنوان H1 أو البيل الذي هو البراغراف والأشياء التي تخص المواقع نفسها أنا حاولت أخذها هي كانت تعمل لكن كان هناك مشكلة لأنني كنت أستخدم موقع W3S لكي يأخذ كل شيء موجود بشروحات الجافا سكريبت أو html أنه كان يأخذ لي الناف بارل الذي يحدث في موقع W3S يعني يكتب مثلا الانترو بعدين الناف بارل الذي يحدث في موقع W3S بعدين آخر شيء يأخذ الكلام الذي هو الانتروداكشن أو شرحه ما هو اللغة البرمجة أو ما هي فائدة لغة جافا سكريبت فهذا شيء يقهر أنا حاولت أحله بأكثر من طريقة سأخذ سلطة أخي يساعدوني بهذا الشيء لكن طبعا لا يمكن لأن باكد شيرو أصلا يجب كل شيء بالموقع ومن هذه اللحظة غيرت فكرة البوت من شرحات برمجة إلى اختبارات البرمجة طيب أيضا تسألني كيف أني أفعل اختبارات البرمجة لأن أصلا يمكن أن اختبارات تعتبر أصعب من شرحات البرمجة نفسها رأي أنا أقول لك أنني لا أخزن الأسئلة بالداتا لكي تظهر للعضاء أنا أفعلها بحركة كنت أفعلها زمان لبوت الألعاب أو أسئلة فاست في هذه الحركة التي كنت أفعلها أيام زمان أني كنت أجيب ملف جيسون وأكتب في الأسئلة التي كنت أفعلها والإجابات التي تظهر ففي هذه الحركة قدرت أفعل نفسه من نظام اللعبة إلى نظام أسئلة أو نظام اختبارات بعدين بدأت أكتب الأسئلة وبدأت من HTML إلى CSS و JavaScript لأنني لم أكثرت بهذا الشيء لأن الأسئلة أيضا تعتبر كثيرة يمكن أن أزود عليها بعدين طيب بعدما أفعل الأسئلة أفعل نظام أنه إذا المستخدم مثلا يفعل شيء معين يسوي له collector بعدما أفعل النظام وجدت أختبر البوت أن المستخدم إذا كتب الإجابة الصح يعتبرها صح بالبوت وإذا كتب الإجابة الغلط يعتبرها غلط وما يحسبها للنقاط وبعدها أفعل هذا الشيء وبعدها حفظته ولكن جدت لمشكلة بعدين إذا المستخدم كتب نفس الكلمة لكن لم يكتبها بالضبط بالنفس الموجود بملف جيسون لا يحسبها صح فهذه أيضا تعتبر مشكلة ثانية لأنه يجب عليها من نفس الطريق لأنني كتبها بملف جيسون وبسبب هذه الحركة فعلت foreach للأسئلة أو الأجوبة الموجودة بملف جيسون لكي أستطيع أفعل أكثر من سؤال وأيضا جدت لمشكلة ثانية بعدما فعلت multiple answers وهو أني يجب أن أكتب كل الأجوبة لجميع الأسئلة ويجب أن أجلب كل شيء يكتبون في استخدام بالضبط وطبعا أنا وقفت هنا للبوت و لم أكملته لكن بعدها بسبوع رجعت أكمل البوت ولكن أنا كنت تابعي ودور على حل لهذا الشيء وبعدما اقترحت الفكرة على حار ويفول ساعدوني لهذا الشيء وعطوني فكرة بأن التصحيح التلقائي يكون من ذكاء الصناعي وهي طبعا فكرة حلوة وعجبتني وبدأنا نسويها لكن المشكلة لواجهتنا أن كيف نجعله يستدعي من أسئلة من ملف الجيسون عشان يقدر يشوفها ذكاء الصناعي بعدين يجاوب عليها لأن هذه العملية الوحدة يمكن تعتبر صعبة ويمكن تثقل على البوت فالحالة التي وصلنا لها وهي كفانكشن لكي نستخدمه على الأطول بعدما قمنا هذا الفانكشن رحنا لملف الأسئلة اللي هو ملف الأسئلة سوينا بدل ما يجيب ForEach لجميع الأجوبة خلناها يقض على الأطول بعدما يسوي ForEach للأسئلة ويجيب سؤال معين للمستخدم السؤال يظهر للأي آي بعدين يظهر الإجابة للمستخدم ويقارنهم ببعض إذا كانت صح يحسبها صح ويجعل كوللكتر يعطي نقطة وإذا كانت غلط ما يعطيه شيء ويكمل السؤال اللي بعده فهذا كان شيء حلو إلى الآن لكن كانت تواجه مشكلة أو مشاكل بأن أول شيء للأي آي يمكن يحتسب السؤال بطريقة ثانية بأنه مثلا لازم يجيبها صح أو لازم يجيبها بالضبط من نفس الطريقة اللي يجيبها للأي آي طبعا بعدما جاءتنا هذه المشكلة سوينا شيء اسمه Brombit Brombit بكل الإختصار هو الشيء اللي تعطيه للأي آي عشان يقدر يشوفه الشيء اللي تتبيه فإننا كتبنا داخل هذا Brombit أول شيء يشوف الأسئلة بعدما يشوف الأسئلة يشوف إذا كان الجواب صح أو غلط فيشوف إذا كانت صح يخليها صح أو يخليها برقم واحد وإذا كانت غلط يخليها غلط أو برقم صفر فهذا سهلنا كثيرا بإنظام الأسئلة وطبعا الأسئلة يمكنني أن أفكر أخليها إما أني أسويها بنفس الشيء أني أضيف الأسئلة بعدين الـ AI يجاوب عليها أو أني أخلي الـ AI يعطي الأسئلة بعدين المستخدم إذا يجاوب عليها يشوفها صح أو غلط طبعا بعدما خلصنا فكرة الـ Exams سوينا نظام Ranks والذي يشوف جميع المقاطلين تسويتها أو جميع الأشياء الموجودة عندك طبعا بعدما تستخدم SlashRank تستطيع أن تشوف أول شيء عندك بالـ HTML بعدين CSS بعدين JavaScript وهذا يعتبر الـ Default لأننا لم نضفنهم إذا سوينا لغة جديدة وكذا يظهر لك طبعا بعدما خلصنا كل هذه الأشياء سوينا أمرين للـ Admins أو اللي ما هم صلاحيات بالـ Server بعدما خضيف الـ Bot والذي هو أم Setting وأمر Reset أمر الـ Setting سويناها لكي ترى إذا ستريد تخلي الـ Bot عربي أو الإنجليزي وهذا الشيء يعطيك حرية للاختيار بأنك ترى إذا عندك مثلا أسئلة بالعربي أو أسئلة بالإنجليزي والأمر الثاني الـ Reset سويناه لكي تستطيع تصفر نقاط اللاعبين أو نقاط المستخدمين بهذا السيرفر وهذه كل الأوامر التي سوناها للآن وإذا عندكم مقترحات تقدر تكتبوني بالتعليقات على المقطع أو تدخلون سيرفرنا بالـ Discord وتقترحون علينا الأشياء التي تبعوناها بالـ Bot هذا كان آخر الفيديو ننتظر الشرح الجاية لأنه في بإذن الله شيء يأتيكم السلام عليكم